السلام عليكم اليوم نتكلم عن التعليم الذاتي التعليم الذاتي في مجال الحاسب الآلي جدا مهم لانه طبعا انت بتقدر تقوي مهاراتك عن طريق التعليم الذاتي ولا بد انه تنمي مهاراتك بشكل جدا جدا مستمر خصوصا مع تقدم التكنولوجيا من فترة الأخرى بتنزل فريمور جديد بتنزل فريمور جديدة بتنزل منصات جديدة الأنظمة التشغيل بتستمر في التحديث قواعد البيانات برضو بالفيرج تنزل مختلف حقيتها بالسلم والتحديث أشياء كثيرة بتتحدث فلا بود طبعا نبقى على تعليم مستمر وعلى اطلاع على هذه التقنية هشارك معكم شخصيا المواقع والقنوات في يوتيوب اللي أنا شخصيا لازلت بتعلم منها وبعض المصادر التعليمية اللي أنا شخصيا حتى بدأت مسيرتي فيها بدأت أتعلم حب أحب في مجال البرمجيات عنها جزء منها عربي جزء منها غير عربي جزء منها مجاني وجزء منها غير مجاني بس هي القنوات الصراحة اللي أنا أبتو ديت إلى الآن بتعلم منها بشكل جدًا مستمر أتمنى تستفيدوا منها تعال نشوف قناة كودزيلا هي قناة متخصة بتعليم البرمجة وبالذات لغة بايثون إذا أنت حاب تدخل مجال لغة بايثون الإخ اسلام هشام ما شاء الله تبارك الله غطى الموضوع هذا بالكامل أعطى الأساسيات وبعدين انتقى الـ Object Oriented Programming وبعدين أعطانا عليها مشريع زي إنك تسوي لعبة عن طريق البايثون زي إنك تسوي functions معينة وبرامج صغيرة بس إنه تطبيقات جدًا كويسة صراحة أنا شخصيا لما بدأت أحول من لغة الـ PHP إلى لغة بايثون الكورس جاء في وقته والحمد لله رب العالمين أعطاني دفعة كبيرة في التحويل غطى البايثون كلها طبعا هو أيضا في قناته بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي وأي حاجة متعلقة في بايثون أنا مشالطة برك الله أشايف أن القناة متخصصة في بايثون وبتكلم برضو عن مواضيع أخرى زي مرتبات المبرمجين زي إنك كيف تحول فرضا من لغة برمجة لغة برمجة أخرى فننصحكم تتعبوها برضو هي القناة خصوصا إذا كنتم حابين تدخلوا البايثون فهي القناة رقم واحد بالنسبة لي حاليا في اللغة العربية أنكم تدخلوا مجال لغة البايثون الزير ويب سكول قناة عربية متخصصة بتعليم برمجة الويب وتصميم الويب إذا كنت حاب تدخل مجال الويب بشكل عام أنصحك بهذه القناة تتعلم منها تصميم الويب عن طريق HTML والCSS والBootstrap ولغات البرمجة الأخرى المتعلقة للويب زي PHP كمان بعض المنصات في إدارة المحتوى زي Wordpress والمنصات الأخرى برضو القناة هذه بتغطيها كمان أدوات أخرى متعلقة في تطوير الويب مثل أدوات التطوير على Google Chrome وأدوات أخرى بتساعد في تطوير الويب زي GitHub وما إلى ذلك وكمان نصائح كبيرة بشكل عام في تطوير الويب أفضل قناة متخصصة في الويب باللغة العربية أنصحكم تزروها إذا كنت جديد في عالم البرمجة وحب تدخل هذا المجال وتعرف إيش اللغات الكثيرة التي تقدر تتعلمها في البرمجة أو إذا ما كنت مبرمج وحب بس تتعرف على أساسات البرمجة والتفكير المنطقي وإيش اللغات المستخدمة في البرمجة أنصحك بقناة The New Baghdad هي قناة عربية ما شاء الله غطت العديد من لغات البرمجة بل أغلبها موجودة عندها بشكل أساسي وبشكل متوسط وكمان ركزوا على تطبيقات الويب زي الـ iOS طبعاً وكمان ركزوا على Unity في تطوير الإلعاب وعدة مواضيع أخرى متعلقة في التقنية وأيضاً غطوا قناة أو مواضيع في الـ Database زي MySQL فطبعاً هي قناة متنوعة وفيها العديد من لغات البرمجة وفي مواضيع أخرى تقنية أكاديمية تحسونة قناة متنوعة في مجالات تقنية ومنها بعضها غير تقنية زي فرض تحليل الفيديو بيركزوا على البرمجة تحليل البيانات قواعد البيانات أنظمة التشغيل والـ Virtual Machine طبعاً الـ Virtual Machines اللي هي البيئات التطويرية المختلفة على منصات أنظمة التشغيل برضو بيعطوا كورسات في صيانة الحاسب الآلي وصيانة أنظمة التشغيل في قواعد البيانات منها Oracle وأنا شخصياً أخذت الكورس هذا الخاص في Oracle والمواضيع عامة بشكل عام عندهم كيف تسوي إسبرسو فرضاً بدون آلة ومواضيع أخرى تتعلق في الإعلانات حق جوجل وما إلى ذلك فبرضو قناة جداً ممتازة وفيها مواضيع جداً جميلة صراحة فري كودينغ ORG قناة ما هي عربية لكن بصراحة يعني الكورسات اللي فيها ما تتفوت الشي اللي يميز هذه الكورسات إنه هو فيديو واحد مش مقسم يعني أنت هتاخد كورس فرضاً خلينا نقول إنه أنت هتاخد كورس للغة PHP الكورس هذا 12 ساعة فيديو واحد كامل أنت اللهم لازم تقسموا وتحفظ وين أنت كملت لو تبغى تكمل يعني بعد ما أنك تاخد بريك يعني فيديو كامل ما هو مقسم طبعاً اللي ما هو مشترك في يوتيوب بلس الله عينه شوية على الإعلانات بس إنه صراحة يعني الكورسات اللي عندهم جداً جميلة وما تتفوت بيغطوا مواضيع في البرمجة بيغطوا على برضو بيركزوا على الفريم ووركس الخاصة في البرمجة زي جانجو الخاص في لغة بايثون وفرضاً لارافل الخاص في لغة PHP وكمان بيغطوا مشاريع برمجية يعني بيوروا كيف فرض تبني متجر إلكتروني من الصفر كيف فرضاً تسوي تويتر من الصفر أيضاً تساعد بعض المبتديين إنهم مجرد ما يخلصوا كورس معين وأساسيات يدخلوا في المشاريع وأيضاً برضو بيغطوا كورسات أمن سبراني منها الاختراق الداتا بيس كيف فرضاً تصلح الشغلة الفلانية الاختراق اللي في الموقع أو اختبار الاختراق ومالاً ليندا دوت كوم واحد من المواقع اللي أنا شخصياً بديت مسيرة التعليم الذاتي وأول كورس بديت وكان مقدمة عن تطوير الويب ومقدمة عن إدارة المحتوى وورد بريس ففي أساسات جداً رهيبين صراحة في مختلف المجالات مجالات البزنس، البرمجة، إدارة المحتوى، تصميم، الماركتينج محتوى جداً كثير طبعاً هم بيقدموا اشتراك شهري إنك أنت كل الكورسات هذه مفتوحة لك تقدر تدرسها وكلها بمبلغ شهري وأول شهر أو شهرين أعتقد بيعطوه مجانة بشرط أنك لازم طبعاً تدخل الكريت كارت حقتك أول شهر شهرين مجانية وبعدين طبعاً بتدفع بشكل شهر Udemy موقع بيقدم كورسات عربية وإنجليزية هي منصة تعليم ذاتي المحتوى حقها جداً متنوع ما بين لغات جداً كثيرة غير العربي وإنجليزي بس بشكل عام يعني أنا أخذت منها كورسات عربية وإنجليزية ومجالات التعليم فيها جداً كثيرة منها البزنس والتقنية والبرمجة وأنظمة التشغيل وإدارة السيرفرات فكل هذه كورسات أنا برضو أخذتها من Udemy صراحة والجميل في Udemy إنه مجرد ما تخلص الكورس فعلياً بتاخد شهادة إلكترونية بإنك حضرت الكورس هذا وأتممت المتطلبات وسط الكورس في أسئلة أو كوزات لازم تحلها عشان تاخد درجات لكن ما وإنك بتخسر الشهادة الشهادة هتاخدها كده ولا كده بس إنه عشان تقدر تطبق الأشياء الأشياء هتاخدها في كل كورس وهذا على حسب المدرس طبعاً الجميل في Udemy طبعاً هو كل كورس قبل ما أتكلم عن النقطة الجميلة وكل كورس مدفوع لوحده مون اشتراك شهري كل كورس بتاخده بقيمته لكن الجميل فيه إنه كل شهر تقريباً بيسووا سيل كبير أو تخفير جداً كبير وتلاقي الكورس اللي قيمة 80 دولار و 120 دولار صار فجأة بخمسة دولار بأشرة دولار فبتاخدوا وبتبدأ يعني تاخد ثلاث أربع كورسات وبتبدأ تدرسها يعني أتمنى الفيديو اليوم يكون عجبكم شكراً لكل المتابعين اللي بتابعوا القناة إذا عجبكم المحتوى يريد تضغطوا لايك لأنه إذا اضغطوا لايك الالغورثمس حق اليوتيوب كده بتتحرك وتتشكل كده ويصير وجه يطلع في خنوات أصحابكم وفييجوا عندي وهكذا بيتعلموا كمان إن شاء الله تعالى فنراكم في فيديو آخر السلام عليكم